هل صحيح اللي بنسمعه وكلميني بصراحة ان فيه برضو في مصانع في الشركات بعينها الاخوان لسه بيشتغلوا لسه بيحرادوا العمال يعني موجودين في المشهد بشكل او باخر بشكل سلبي بالطبع طبعا موجودين بيحملوا ايه بقى يعني ايه طبيعة الدور اللي بيعملوه مع العمال استغلال مواقف يعني حاجة اخارت مثلا للعمال يبدأوا يسخنوا بقى او يسيروا اشعة على فكرة الادارة مش هتصرف حاجة على فكرة صاحب العمل مش موجود على فكرة الشركة هتقفل صاحب العمل هيبيع الارض اي حاجة من الحاجات اللي احنا بتشوفها كتير وبعدين لما بنوصل للحقيقة الدنيا بتهدأ كلها ده موجود في القطاعات بعينها؟ في القطاعات الخاص مش موجود دير في القطاع الخاص يعني مثلا كنا سمعين انه في الغزل والنسيج قوي هم العمال اللي قالوا انه في بعض العناصر لكن ما كانوش موضحين قوي بس قالوا ان بعض العناصر هي لأجيجة الموقف يعني استغلوا فترة التأخير عن صرف المكافأة السنوية بتاعتهم وقالوا انه في بعض الاشعات اللي طلعت عن طريق عناصر غريبة عنهم هي لأجيجة الموقف عنهم طب الوضع إيه في النقابات العملية برضو؟ هل لهم تأثير؟ فيه تأثير كبير يعني فيه نقابات وعية بتنزل ما بتسيبش عملها يعني بتنزل وتوعيهم وبنبقى على تواصل بينهم يعني أنا علشان أنزل لموقع بتصل بالنقابة تنزل معي إلا متكن النقابة أساساً موجودة هناك وأنا بنزل أعمل الدور بتاعها طب الإخوان لسه موجودين في النقابات؟ في النقابات لا في النقابات لا خالص لكن هو فيه بفوصة العمال كتير وفيه في المنشآة تكسيفة العمالة فيه